تعالوا أقول لكم تشكيل اللجنة الجديدة للجنة الحكام عملوا تشكيلها جديدة يعني فيتور بيريلا زي ما هو رئيس اللجنة الحكام محمد فاروق نايب ومعاهم أحمد أبو العلا وحمد القاضي ومجدي رزق وأحمد الساهر وسعيد عبد الغفار وأحمد الجرحي ومهنة دابا ومحمد فرج دول حيبقوا الأعضاء في اللجنة واستقال الثنية أي من الجيش وتوفيق السيد من عضوية اللجنة بالمناسبة نادي الزمالك طلب من محمود حمادة لعفارقه أنه ما يوقعش لأي نادي في فترة الانتقالات الحالية عشان هما شايفينه إن شاء الله الفريق يقدر يحل مشاكله ويرفع القيد في يناير ساعتها محمود حمادة يكون لعبا في نادي الزمالك بعد التوصل وقتها بين الزمالك وفارقه على اتفاق هما اخدوا اتفاق كده ضمني أو شافهي مع اللاعب محمود حمادة لعب وسط منتخبنا الواطن اللي راجل فيتوريا بيحبه جدا 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 لعب اللي ما بتحركش من تشكيل السهل منتخب مصر مع روي فيتوريا